الحالة السياسية حقيقة من خلال جولاتنا الانتخابية في الدواوين وتشرفنا في زيارة أخواننا وهل الكويت وجدت حالة من الإحباط حقيقة من المشهد السياسي اللي فاته المشهد السياسي المتوقع القادم وحنا دائما نحاول نرفع من الهمة ونجدد الأمل وأن الناس لا تيأس ولا تحبط من الحالة السياسية ولا بد أن يعرفون أن مبتغى ومراد قوى الفساد هو حالة الإحباط لدى الناس أن يوجدوا حالة الإحباط عند الناس هذا مطلوب يعني هذا مطلوب مستهدى بحقيقتها لذلك أنا أقول دائما لأهل الكويت لا تملوا حتى يملوا لا تملوا حتى يملوا لأننا من حنا يا أهل الكويت وهل البلد من الصراع القائم اللي يوجد وأوجد قوى الفساد الموجودة في البلد بإذن الله أنا متفعل خير وأقول إن شاء الله الناس رح تجد الأمل فيها ونسأل الله أن تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء وإصلاح بإذن الله تتوقع الناس رح تشارك بغنى يعني ولا نحفز على هذا الأمر وعلى الناس أن تشارك لأن الناس إمامهم مسؤولية مسؤولية وطنية مسؤولية شرعية مسؤولية أخلاقية مسؤولية مستقبل وطن ومستقبل جيل قادم نعم اليوم لا يليق بالشعب الكويتي أن ينتقد الفساد ويتقاعس عن سبل الإصلاح لازم يتحرك فيه لا بد أن يتحرك وأن يبدل الأسباب في سبل الإصلاح من إخراج أغلبية صالحة في مجلس الأمة فالمخرج اللي راح يكون في مجلس 2022-2023 هو راح يكون صورة ذهنية عن مكنون الضمار وعقول الشعب الكويتي أمام السلطة التنفيذية لذلك لا بد أن نوصل رسالة إيجابية أننا نحن شعب واعي نحن شعب مصررين على الإصلاح ولن نجعل الساحل الفاسدين لا أمس ولا اليوم ولا بكرة ولن نحن شعب مصررين على م尽بل المنجقة